نبدأ معكم مشاهدين نشرة الثالثة حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلسة الوزراء اجتماعا لمتابعة تدبير الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة من المستلزمات الطبية وذلك في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا وأكد مدبولي حرص الحكومة على الإسراع بتدبير أو بتدبير الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الطبية وجميع الجهات التابعة للصحة والتعليم العالي ووجه بضرورة التنسيق بين وزارة الصحة وجميع الوزارات المعنية وهيئة الشراء الموحد وذلك بشأن التبرعات التي تقدمها شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنية بحيث يتم توجيه تلك المستلزمات طبقا للأولويات المحددة